أي نعم هذه مسألة قديمة حديثة ويدنن عليها العلمانيون والليبريليون والغلات من يقفون في صفهم ومن يتلبسون بلباس الإسلام وهذا المثال غير صحيح وأوضحه لك عندما نقول مثل مسألة من مسائل الطب يتكلم فيها الأطباء نقول نعم لكن الأطباء في ماذا يتكلمون نعم إذا قال الطبيب هذا المريض يعاني من كذا وكذا في بطنه أو في ظهره أو في قلبه فلا يجوز للشيخ ولا لغير أن يقول لا هذا الكلام غير صحيح وأنه يعاني من مسألة أخرى إذا أراد الطبيب أن يصف دواء وقال الشيخ لا تعطوه دواء فلكألم ليس للشيخ إذا قال الطبيب أن هذا المريض يحتاج إلى غرفة الإنعاش وقال الشيخ أو غيره هذا ليحتاج فلا نسمع إلا إلى كلام الطبيب لكن عندما يقول الطبيب يعني هذا المريض يجب أن ننزع عنه أجهزة الإنعاش فهذا وإذا نزعناها منه فإنه يموت فهذا لا يجوز له أن يقدم عليه إلا بعد أن يستشير الشيخ وأهل العلم لماذا؟ لأن المسألة تعلقت بأمر شرعي وهو الحفاظ على النفس لا يعرض هذه الهلاك إذا أراد الطبيب بعد أن شخص المرض أراد أن يصف دواء يجتمل على خمر ولا على مخذر ولا على ميتة ولا على خنزير هنا يتدخل الشيخ في أمر الطبيب نعم نقول له هناك مسألة الآن تتعلق بحرمة الدين وحرمة الدين يتكلم فيها الشيخ ولا يتكلم فيها الطبيب نعم وهكذا إذا مثلا أراد الطبيب أن يعمل عملية إجهاد نقول لا يجوز للشيخ أن يعمل عملية إجهاد لأن هذا ليس اختصاصه لكن إذا أراد الطبيب أن يعمل عملية إجهاد في حمل عمره 14 أكثر لا يجوز له أن يقدم على هذا وهي مسألة طبية نعم لا يجوز له أن يقدم عليها إلا بعد أن يستشير أهل العلم لماذا؟ لأن فيه مسألة تتعلق بالحفظ عن النفوس وحفظ النفوس يتكلم في أهل العلم هكذا هو الأمر فالتضليل بأن كمان المسائل الطبية لا يتكلم فيها إلا الأطباء وقياسا عليها حسب قولهم أن السياسة لا يتكلم فيها إلا السياسيون هذا كلام خاطئ لأن السياسة هناك باب يتكلم باب واسع لابد أن يتكلم فيه العلماء أعطيك أمثلة كثيرة نعم من مسائل السياسة مثلا هي تنصيب الحاكم ما ليس من السياسة تنصب رئيس حكومة أو رئيس برلمان أو برلمان أو وزارة أو كذا هذه القرارات التي تصدرها هذه المؤسسات الحكومية هذه كلها مسائل سياسية يعني العلاقات الدولية بين الدولة وغيرها التدخل الأجنبي هذه كلها مسائل سياسية لكن اسمه لقول الله تباك وتعالى في تنصيب الحاكم يقول تباك وتعالى وأمرهم شورى بينهم ويقول وشورهم في الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا الشورى عندما أسند خلافة أبي بكر إلى شورى أصحابه صلى الله عليه وسلم فأن نقول إن القرآن تدخل في السياسة عندما قال وشورهم في الأمر والله قال وأمرهم شورى نقول إن الله تباك وتعالى تدخل في السياسة هذا أمر مأمور السياسة في حكم شرعي الله تباك وتعالى في مسجد قرارات الحكام وعلاقاتهم بالناس وعلاقاتهم بالدولة وبالأمة يقول الله تباك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأويل أمر منكم خطاب مباشر للناس أنهم يطيعوا ولاة الأمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأويل الأمر منكم ثم يقول بعد ذلك مزال اسمع إلى الكلام الآخر هذا هو المهم يقول فإن تنازعتم في شيء يعني صار بينكم اختلاف بينكم وبين الحكام في مسجد تدقل أجربي في مسجد من يتولى هذه المسجدة في مسجد هل نتحاكم إلى فلان إلى علان فإن اختلفتم فإن تنازعتم في شيء إلى من تردوه تسأل السياسيين تسأل المعلقين السياسيين تسأل الجنرال الإيطالي في ميتيقة ولا في غرف فنادق تونس ولا تسألوا ليون ولا تسألوا بحيث يعيلكم مجلس رئاسة لمن إذا اختلفتم لمن ترجعوا قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول لا تردوه إلى فلان ولا إلى علان ولا ليون ولا الجنرال الإيطالي ولا كوبلر ولا الإنجليز ولا الفرنسي فإن تنازعتم في شيء شيء نكرة الغرض منها العموم أي شيء أي شيء بينكم وبين الحكام أي كان لا تخرج عنه مسألة لا تستطيع أن تخرج عنه مسألة بمقتضى اللغة التي نزع بها القرآن لا تستطيع أن تخرج منه مسألة إلا إذا استثناها نص آخر إذا اختلفتم مع حكامكم في شيء ردوه إلى من؟ إلى الله إلى الإيطاليين إلى الفرنسيس لا ردوه إلى الله وإلى الرسول ثم بعد ذلك كان هذا الرد اختياري يمكن أن نرجع إلى الله ورسوله ونجده ونقول اجتهاد زي اجتهاد غيرنا وممكن نأخذ ورائي طلياني ولا إنجليزي يعني مسألة مش منسألة قال فردوه بالأمر ثم حذرنا وقال إن كنتم تؤمنون كانكم مسلمين كانكم مسلمين ترجعوا إلى الله ورسوله عند الاختلاف مع حكامكم في مسألة السياسية لا ترجعوا لا يكون المسيطرة على عقولكم هو الأجنبي هو قوته هو همنته هو سيطرته أن الأمر مفروغ منا أنه ليس لها قدرة أن الإنجليز أن الطليان الآن ما يفعله الناس هذه الطاعة العمياء الاستسلام الكامل للجرال الطلياني في قاعدة بيتيجا والله فنادق تونس ويأمرهم وينفذون اذهبوا إلى فلان واقتحموا المقر الفلاني وشوهوا الفلاني وعمل الفلاني هذا والله عاقبتهم إن لم يتوبوا عاقبتهم سوداء عاقبتهم لا ضوء فيها فإن الله تبعك وتعالى يقول بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليم من هم؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا وقد نزي عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آية الله يكفروا بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم هذا تحذير ووعيد شديد ووجهه لكل من يجلس مع الجميع الإيطالي ووجهه له الأوامر لاقتحام المقرات ولتهديد الأمن ولزعزعة النفوس ولفيض الهيمنة الأجنبية التي يطبقون بها مخططاتهم ومؤامراتهم على هذا البلد ووجهه لأبناء جلدة المؤمنين المنتسبين للإسلام بأن هذا هو مصيرهم إن لم يتوبوا ويرجوا إلى الله